السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف الأول المتوسط بمدارس معالم التربية درسين اليوم شباب مساحة الدائرة فيه عندنا مفهوم أساسي مهم جداً لشباب لمساحة الدائرة أولاً تعبير اللفظي مساحة الدائرة تساوي ناتج ضرب طاء في مربع نصف القطر فيه نموذج عندنا مرسوم دائرة وبها نصف قطر نرمزه بالرمز نق نصف القطر وهو قطعة مستقيمة تصل بين مركز الدائرة وأي نقطة على محيط الدائرة لما نرمز لها بالرموز ميم يعني مساحة الدائرة تساوي طاء في نق تربيع طاء في نق تربيع نق هو نصف القطر تربيع يعني بدرب نصف القطر في نفسه نشوف مثال عندنا شباب احسب مساحة الدائرة الموضحة في الشكل المجاور من الواضح أن الدائرة اللي عندنا نصف قطرها هي 2 سنتيمتر أولاً نكتب القانون ميم يساوي طاء في نق تربيع طاء قيمتها معروفة قبل كده شباب درسناها قبل كده في محيط الدائرة اللي هي 3.14 أو 22 على 7 نبدأ نعوض عنها هنا 3.14 بقيمة الطاء في نق نق وهو نصف القطر نصف القطر عندنا 2 يبقى 2 تربيع نضرب نصف القطر في نفسه تمام 2 في 2 باربعة لأنها تربيع 2 في 2 باربعة بعدين نضرب عندنا 4 في 3.14 يكون الناتج عندنا شباب 12 فاصلة بعد التقريب الخمسة دي يا شباب طبعاً همضيف عليها واحد لأننا هنحزف كل الأعداد دي ونسيب بس الخمسة اللي بعد العلامة العشرية لما نقرب كل الأعداد دي هيكون 12 وستة من عشر لأن الخمسة بعد التقريب هتكون ستة لأن الستة اللي جنبها هتضف لها واحد يكون 12 وستة من عشر تقريباً 12 وستة من عشر سنتيمتر مربع ليه؟ قلنا سنتيمتر مربع ليه الوحدة المربع لأن دي مساحة المساحة دائماً تكون بالوحدة المربعة تحقق من فهمك احسب مساحة دائرة نصف قطرها 3.2 من 10 سنتيمتر قرب الناتج إلى أقرب عشر عندنا ميم هنكتب القانون ميم تساوي طاق في نق تربيع الطاق قيمتها 3.14 نصف القطر المكتوب عندنا فوق جباب نصف القطر المكتوب 3.2 من 10 3.2 من 10 هنكتب 3.2 من 10 تربيع لأن نصف القطر تربيع نصف القطر تربيع عندنا يبقى 3.2 من 10 لكل تربيع هندرب ثلاثة واثنين من عشرة في نفسها ثلاثة واثنين من عشرة ضرب ثلاثة واثنين من عشرة والناتج اللي هيطلع هنضربه فيه 3.14 اللي هي قيمة الطاء يكون الناتج عندنا 32 و 1536 من 10 ألاف بعد التقريب يتبقى لنا عدد واحد بعد الفاصلة طبعا هيبقى 32 و بدل 1 من 10 يكون 2 من 10 لإن الخمسة هتضيف عليه واحد يبقى يساوي تقريبا 32 و 2 من 10 سنتيمتر مربع مثال آخر تأكد احسب مساحة كل من الدوار الآتية وقرب الناتج لأقرب 10 المسألة رقم واحد عندنا نصف القطر في المسألة رقم واحد يساوي 5 سنتيمتر نكتب أولا شباب القاعدة بتاعتنا ميم يساوي ميم يعني مساحة الدائرة تساوي طاء فيه نق تربيع الطاء قيمتها 3.14 كما تعودنا فيه نق نصف القطر 5 سنتيمتر يبقى 5 تربيع تمام معناها 5 هنضربها في نفسها 5 ضرب 5 بـ 25 هنضرب 25 فيه 3.14 يكون الناتج عندنا 78 و 5 من 10 سنتيمتر مربع لأن دي مساحة لازم تكون بالوحدة المربعة بعد كده شباب عندنا السؤال الثاني نصف القطر موجودة عندنا بستة متر نكتب أولا ميم تساوي ميم يعني المساحة تساوي طاء فيه نق تربيع الطاء 3.14 نصف القطر بستة يعني 6 تربيع بستة وثلاثين زي ما قلت يا شباب هنضرب الستة في نفسها لأنها تربيع ستة فيستة وثلاثين بعدين هنضربها فيه 3.14 ونقرب الناتج عندنا شباب يكون فيه أبسط صورة 113 متر مربع بعد الضربة شباب يكون 113.4 أربعة من مية لما نقربها الآن بتنحزف كلها ويكون الناتج كده فيه أبسط صورة 113 متر تربيع تأكد احسب مساحة كلها من الدوائر الآتية وقرب الناتج إلى أقرب عشر السؤال رقم 3 و 4 أولا القطر موجودة عندنا كامل يساوي 16 متر القطر كامل موجودة يا شباب المطلوب مننا أولا إيجاد نصف القطر وهو نق لأن قانون المساحة ما فيهوش قاف فيه نق بس نصف القطر فقط طبعا بنصف القطر نصف الستة يساوي ثمانية متر نبدأ نعود بنصف القطر في القانون نكتب القانون بتاعنا ميم يعني المساحة تساوي طاء في نق تربيع نصف القطر بثمانية يعني ثمانية تربيع نعوض عن طاء ثلاثة فاصل أربعة عشر نعوض عن نصف القطر الثمانية ثمانية تربيع ثمانية في ثمانية و 64 هنضرب الأربعة و 60 في ثلاثة فاصل أربعة عشر يكون النتج عندنا ميتين و 96 لما نقرب عندنا شباب 96 من مية طبعا الستة هتضيف واحد على التسعة تصير عشرة تمام؟ العشرة هتقرب إلى العدد اللي بعدها كمان اللي هي قبل الفصلة يعني هكون ميتين وواحد تقريبا ميتين وواحد وواحد من عشرة متر مربع ميتين وواحد متر مربع ده يا شباب ده إيه بعد التقريب القطر عندنا في المثال الآخر القطر بيساوي 13 سنتيمتر قطر كامل طبعا مطلوب مننا أولا إيجاد نصف القطر نصف القطر نصف 13 شباب موجود بستة وخبسة من عشرة سنتيمتر ستة ونصف نصف تلاتاشر ستة ونصف نبدأ نكتب القانون بتاعنا اللي احنا نعوض فيه ميم يساوي طاق في نق تربيع الطاق قيمتها ثلاثة فصلة 14 ونصف القطر بستة ونصف كما هو معلوم هنضرب الستة ونصف في نفسها لأنها تربيع ستة ونصف في ستة ونصف ونضرب بفين في ثلاثة فصلة 14 يكون الناتج عندنا 132 و665 من ألف نبدأ نقرب العدد اللي عندنا ده شباب 665 من ألف نقربه لأقرب عشر نصيب عدد واحد بس بعد العلامة العشرية اللي هو ستة طبعا من الواحد الستة دي أصلا هتبقى كام هتبقى سبعة تمام لي لأن الستة اللي جنبها بتضيف عليها واحد يكون الناتج بعد التقريب 132 و10 سنتيمتر مربع تحقق من فهمك برك سباحة عندنا مثال من واقع الحياة طلية أرضية بركة سباحة دائرية باللون الأزرق إذا علمت أن قطر أرضية البركة 9 أمتار فما المساحة التي طلية باللون الأزرق عندنا القطر كامل يا شباب 9 متر كما هو معلوم في السؤال وكما هو موضح بالرسم القطر كامل 9 متر طبعا إحنا محتاجين عشان نجيب مساحة الدائرة محتاجين نصف القطر فقط تمام نصف القطر هو 4.5 تمام نصف كام نصف 9.4 نبدأ نكتب القانون بتاعنا اللي احنا نعوض فيه ميم يعني مساحة الدائرة اللي هو شكل بركة السباحة مساحة بركة السباحة تساوي طا يعني 3.14 في نق تربيع نصف القطر اللي احنا جايبينه فوقله هو بـ 4.5 نكتب الطاقمتها 3.14 ونضربها في نصف القطر 4.5 تربيع على حسب القانون نضرب الأربعة ونصف في نفسها مرتين يعني 4.5 ضرب 4.5 ونضرب الناتج فيه 3.14 يكون الناتج عندنا 63.585 نقرب يا شباب 585 من ألف نقربه إلى أكرب عشر يكون الناتج عندنا يا شباب الخمسة اللي بعد الفصلة دي على طول هنضيف عليها واحد من الثمانية تمام تكون ستة يعني 63.16 كما هو موضح 63.16 ده بعد التقريب متر مربع يبقى إذن مساحة بركة السباحة تساوي 63.16 متر مربع وكذا شباب يبقى انتهينا من درسنا اليوم ونلتقي إن شاء الله في لقاء آخر في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة